حكاية صحة حكاية جميلة بتحمي أولادنا بتتكلم عن حياتهم بتتكلم عن سلامتهم بتتكلم عن حاجات كتير لأطفالنا أنا اسمي مها عادل سالم أستاذ باطنة وجراحة في كلية التمريد جامعة اسكندرية يمكن تستغربوا شوية أنا باطنة وجراحة لكن هتكلم عن الأطفال ده لأني بشتغل مع مجموعة في الكلية عن الإسعافات الأولية والحوادث المنزلية أنا شاركت في حكاية صحة في جزئية كيف تحمي طفلك زي نحافظ على أطفالنا أولادنا طول النهار بيلعبوا بيجروا بيحبوا بيروحوا المدرسة بيروحوا النادي بيعودوا في الجاردان بيعودوا في جنينة بيلعبوا مع صحابهم بنسيبهم في البيت مع أخواتهم بيخشوا معنا المطبخ بيدخلوا الحمام أماكن كتير بيتعرضوا فيها الأخطار حاجات بسيطة جدا ممكن تحمي أولادنا من أخطار تهدد صحتهم حاجات بسيطة قوي قوي أبسط حاجة إزاي أقعد ابني أو بنتي في العربية إزاي أضمن سلامتهم في العربية حزام الأمان حيضمن جزء كبير جدا من السلامة فيش داعي أسوق وأنا شايل ابني أو بنتي مفيش داعي أبد أن أنا أقعده قبل سن الـ 12 سنة في الكورسي الأمامي في السيارة طيب وأنا بحميه كتير قوي في الصيف بينسيب أولادنا في البانيو أو في طبق كبير أو بانيو البيبي ناخد بالنا أن الولاد لغاية سن معين ما بيقدروش يوزنوا نفسهم أو يتحكموا في نفسهم المية ممكن تبقى أعلى من مستوى أن الطفل يحفظ على حياته ده بيبقى لسه في سنه صغير خصوصا قبل سن السنة والسنتين ولغاية ما يتم ثلاث سنين ما ينفعش أسيب بانيو مليان في البيت ما ينفعش أقعده وسيبه واخرج هو بيلعب بلعبه في البانيو لما نروح البحر لما نروح البحر ما سجلش عيني من على ابني ينزل المية معايا يطلع معايا وهو قاعد على الرملة قدامي ممكن يتوه بين الشماسي لازم أخد بالي وأصون أن ابني ده ما يتعرضش لأي أخطار حتى ولل فقط طب نفترض أن ابني تاه ولقيته اوعد لعقله اوعد تدربيه عشان لو بتاه تاني هيخافي أرجع طيب أنا وقفة بكلم جارتي وفتح الباب وابني بيحبيه ما خدتش بالي ونزل على السلم حاجة بسيطة جدا حتى لو عندي سلالم في البيت أعمل حاجز بسيط مش لازم يكون غالي الأبواب اللي بتتفتح وتتقفل ممكن تقفل على أصباع الولد ممكن باب العربية فلع أصباعه أخد بالي كويس قوي من الحاجات دي في المطبخ لازم أعمل عائق ما بين الطفل وبين البتجاز ما يبقاش فيه كراسي في المطبخ يطلع عليها الأدوات الحادة لازم تبعد بعيد عن قيد الأطفال لا مقص ولا سكينة ولا مبرد ولا أي حاجة حادة تيجي قدام الأطفال طيب الأماكن العالية اللي ممكن ينط بيها حتى الطفل اللي بيحاول يقف لو حطيته في سرير وبحاجز لازم المرتبة تكون لتحت قوي عشان ما ينطش ويحاول يقلب نفسه من الحاجز فيه حاجات كتير جدا جدا ممكن نرعيها السوائل وإحنا قاعدين مع ضيوفنا أو قاعدين بعد الظهر بناخد الشاي ما خليش الطفل قاعد وعدي بفين جاني الشاي فوق راصفه أخد بالي وأنا بحضر غدا الأكل كله محطوط على الصخرة صخرة ويجي الطفل يشد المفرش أخد بالي من زوايا التربيزة الطفل بيجري ممكن يخبط في أي زاوية أحط عليها حاجة مش لازم تكون حاجات غالية أحط حاجة تحميلي الطفل من إنه يتخبط في الزاوية ويتعبه الطويلات الحمام المفروض إنه ناخد بالي الطفل لو دخل ممكن يحط راسه جوه الطويلات ممكن يرمي حاجة ممكن إنه ياخد مية من الطويلات ممكن إنه يرمي أجهزة ولا في البالكونة البالكونة أو الشباك محطش تربيزة محطش كرسي محطش كنبة ووراها شباك مصبش فيه كراسي في البالكونة ولو الصور بتاعي فيه مسافات واسعة أخد بالي ممكن الطفل يعد منها وأنا مش حاسة طفلي لازم يبقى قدام عيني طفلي لازم أخد بالي منه حتى وإحنا على البلاج ما ينفعش إن أنا أسيبه بيلعب وفي الشمس وطوله الوقت من فترة ما بين عشرة إلى أربعة ما ينفعش أعرضه لحروق الشمس ده حرب ده أعتبر حرب فاخد بالي الوقاية حط كريمات اللي هي بتمنع وصول أشعة الشمس بدرجة كبيرة إلى جسم الطفلي طيب نفترض أنا وقفة بكوي أو الأب وقف بيكوي الولد بيبقى عند بحب استطلاع رني التليفون أقفل القوضة تماماً اللي فيها المكوى وأخرج وقتفلي معايا لأنه ممكن يشوف إيه الجهاز اللي مامت بتشتغل بيه ده أو بابا يمدي إيده ويمسك المكوى أو يشدها توقع عليه ومش هيعرف يتصرف ساعاته أسلاك الكهرباء والفيش بيحبوا قوي أنه هم يجيبوا أي حاجة رفياعة يدخلوها في الفيشة أبسط حاجة حط شريتاب على الفيش حط شريت لاصق على الفيش حاجات كتير قوي أدوات النظافة مفيش داعي أبد أن أخليها في متناول إيد الأطفال أدوات النظافة هم كالطفل يشرب منها الكلور الجاز البلاج أي حاجة عندي في البيت ممكن الطفل هو مش فاهم ده إيه ياخدها ويبلعها عندي مواد أخرى عندي الأدوات أي أدوات في البيت حتى لو كانت أدوات الطفل خليها بعيد تماما عن متناول إيده لو حسيت أنه أخذ دوا في أي وقت بسرعة أنقله على أقرب مستشفى اللاعب الصغيرة أخد بالي من سن الطفل مع اللاعب اللي هو بيلعب بيها الطفل ممكن لو فيه في إيده حاجات قطع صغيرة ممكن يعتبرها حاجة بيتعرف عليها عن طريق فمه ويخطاه بقه ممكن تخنقه ممكن تقف في مجرى التنفس وتخنقه خلينا نبعد عن هذه الأخطار طيب لو عندي حمام سباحة أنا في النادي أنا عند وحدة صاحبتي عزماني وعندها حمام سباحة ثانية ممكن تفرق في عمر الطفل ممكن يقع من غير ناخد بالي أخد بالي والوقاية خير من ألف علاج خلينا نخليها حكاية صحة لا تنتهي وناخد بالنا ودايما نعيش في سلام بولادنا ويكباره وربنا يحفظه اشتركوا في القناة